إذن أنت ترى بأننا سنكون أمام يعني يجب أن لا نستبعد أن تكون هناك أيضا انفجارات غامضة في العراق إذا ما تصعدت وتيرة هذه الهجمات وتتبناها الفصائل العراقية نعم أعتقد بأن هذا مرجح لقد رأينا ما بعد الضربة الإيرانية تجاه إسرائيل إيران قالت يجب عليكم أن لا تمسوا ممتلكاتنا أو أفرادنا في أدول الأخرى وأن لا سوف ترد إيران إلا أن ذلك كان انذارا وبداية هذا الأسبوع بدأت إسرائيل بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا مجددا نتذكر بأن هذا ما أدى بإيران إلى إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل فأعتقد أننا سوف نرى الإسرائيليين يستهدفون أهدافا في العراق طبعا رئيس الوزراء السوداني قال بأنه لا يريد أن تصبح العراق أرض معركة ما بين إيران وإسرائيل أو بين إيران وبين الولايات المتحدة ولكن إذا لم يكن سوف يتخذ أي إجراءات حيال ذلك فإن الإسرائيليين سوف يأخذون زماب الأمور بعيدهم وهذه لا تكون المرة الأولى العشرين من إبريل لم يكن المرة الأولى ربما تتذكر بأنه في العام 2019 وقد كان ذلك في فصل الصيف هناك عدد من مستودعات أسلحة الحشد الشعبي تم قصفها أو تفجرت ربما في ذلك الوقت ربما لأنها كانت بخزنة بشكل سيء أو لم يكن هناك تكيف في هذه المستودعات ولكن هذه الانفجارات لم تكن مفسرة ولكن كان هناك خمسة أو ست انفجارات في ذلك الصيف وتتذكرون في ذلك الوقت كانت إيران تخزن صواريخ بارستي موجهة نحو إسرائيل في العراق